وتعالوا بس أقول لكم قبل ما نبتدي في الجواب على أسئلتكم أن الذكر يا سادة نفس نفس من نور نفس من نور بيجينا من حضرة النور سبحانه وتعالى يبقى إذا كنا بنكلم على أن الذكر لازم نستحضر فيه الحضرة فلازم نعرف أن ده نفس من نور الإنسان اللي بيحصل أنه هو يكون ذاكر لله بيحس بنفس أنت مش بيتخرج هوى أنت بيدخل فيك نفس مكتوب عليه ونفخت فيه من روحي وعشان كده الذكر نفس ولكنه نفس من حضرة النور سبحانه وتعالى الحاجة التانية النفس روح روح من وصل إذا حضر بها الإنسان بتذهب عنه كل جفاء كان بينه وبين الله لازم هو يحس بكده أن ذكر لله أطع كل جفاء كل جفوة كانت بينك وبين الله خلاص زالت حتى لو كان الذكر بقلبك حتى لو كان الذكر بعمل صالح أنت عملته فيحصل إيه؟ إذا قلبك قال ربي هتسمع قلبك على طول لبيك عبدي الله يقول لك لبيك عبدي وكمان الذكر لازم نعرف أن الذكر نفحة نفحة من مدد يملأ قلبك يملأ قلبك بماذا؟ يملأ قلبك بنعم نعم إيه؟ أن الله معك تذكر إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لازم تبقى عندك ده لما تذكر ربنا تذكر النفس وتذكر الروح وتذكر النفحة الزكر كده نعمل إيه؟ لازم الزكر ده لازم أنت دايما أن يكون عندك ورد من الزكر ولازم إذا كنت مش قادر تذكر لازم قلبك لا ينقطع عن الزكر الناس بيتريد على الزكر حتى قلوبهم تبقى موصولة بالذكر على طول وبيوتنا لازم تتملي بالذكر ليه؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر عايزين بيوتكم تبقى مش مقابر ساكن فيها أموات عايزين بيوتكم تبقى جنات ساكن فيها منعمين أحياء في جنة خلد اذكروا الله اعملوا مجالس للصلاة على حضرة النبي ومجالس للذكر تتنور قلوبكم وتتنور بيوتكم كمان ترجمة نانسي قنقر